دكتور حسينة البردي مرحبا بك مجديد كتابك دفاعا عن الشعبوية قيسة صعيد والإسلام السياسي ومستقبل اليسار كتاب صدر عن دار أركادية أكثر من 500 صفحة 535 حاولت نتصفحه لأنه كان الوقت قليل جدا لكن تقريبا هو عنوان حامل أو تدافع فيه عن الشعبوية اليسارية ساعة ما معناها؟ خليني نبسطوا لسيدة المشاهدين ما معناها شعبوية يسارية؟ لماذا اخترت هذا الطرح في كتابك؟ ولماذا هذا الموضوع اليوم؟ شكرا على الاستفاق الشعبوية هي موجودة في جميع أنحاء العالم ليس وليدة اليوم صحيح أن الشعب التولسي اتشفها سنة 2019 بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لكن هي كانت موجودة وسابقة وبحسب معناها مثقف ومفكر فرنسي هذا هو قرن الشعبوي لماذا الشعبوية؟ لأن كما قال عبنان الشعبوية سيطرت خلال الانتخابات وفي فترة ما بعد الانتخابات وكانت تلك الشعبوية المسيطرة هي في نظري وبحسب المعايير المعتمدة عالميا وفي العلوم السياسية هي شعبوية يمينية بالأساس نلجو شعبوية ائتلاف الكرامة اللي هي شعبوية يمينية دينية عدوانية وشاهدنا عدوانية هذا التيار وتواطئه على الأقل الموضوعي مع تيارات أصولية معناها مورطة في الإرهاب وما إلى غير ذلك وحدث المطار معناها تشهد على ذلك لدينا زادة شعبوية نبيل قاروي اللي هي أنا نسميها شعبوية زابونية ومشهدية أي أن تلفزة متعسي نبيل قاروي تم اعتمادها خلال أكثر من سنتين قبل معنا الانتخابات لتسويق وكأننا نسوق بضاعة في السوق لصورة هذا المترشح شعبوية قيس عيد اللي نصفها بأنها شعبوية مزدوجة ازدواجية يمكن نسموها أيضا بالرجوع إلى جانوس الرب الميثولوجي في الميثولوجيا الرومانية عند وجه من الأمام ووجه من الخلف في نفس الوقت معناها اجتماعيا وسياسيا نعتبر من وجهة نظري أن الشعبوية هذه تقدمية ووطنية وفيما يتعلق بالمسائل المجتمعية هي شعبوية محافظية الشعبويات في جميع أنحاء العالم قلت سواء كان في فرنسا وإلا في أمريكا وإلا في المشرق وإلا في جميع أنحاء العالم حيثما وجدت شعبوية يمينية وجدت أمامها وحيالها شعبوية يسارية تدافع على قيم إنسانية ولكن تعتمد كلتا الشعبويتين تعتمد أساليب وخطاب لا يتجه فقط إلى العقل وإلى المنطق وإنما أيضا للوجدانيات وهي نقد للديمقراطية الليبيرالية التي تعيش أزمة كبيرة وكبيرة جدا أزمة التمثيلية هذه يكفي أن نذكر بنسبة المشاركة مش فقط في تونس في جميع أنحاء العالم وحيثما وجدت الديمقراطية الليبيرالية اللي أنا نسميها الديمقراطية الفوقية مقارنة بالديمقراطية التحتية اللي هي تنبع من الشعبوية لأنها ترمي في الأساس إلى إرجاع الأمر أمر شأن العام إلى الشعب ويمكن معناها نتطرقه لمسألة تعريف الشعب في هذه الحصة ترجمة نانسي قنقر